يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أبغض الله عبداً دعا جبريل فيقول إني أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض والعياذ بالله كيف يعيش هذا الإنسان يبغضه الله ويلعنه الله يطرده من رحمته تبغضه الملائكة فهذا تصحبه الشياطين لأن الملائكة قد ابتعدت عنه وإنما يكون قريباً من أمثاله من شياطين الإنس والجن